اشتركوا في القناة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة ونبأ الناس بها بدأت قريش يتساءل بعضهم مع بعض ويتحاورون في مجالسهم يتناقشون هل صحيح أن هناك بعث؟ هل صحيح أن هناك آخرة؟ هل صحيح أننا بعدما نفنا في القبور وتذهب أجسادنا أننا نقوم بعد ذلك مرة أخرى؟ كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون عما يتساءلون هل هم يتساءلون عن الآخرة؟ هل هم لا يزالون مكذبين بها؟ عن النبأ العظيم النبأ العظيم هو قيام القيامة النبأ العظيم هو النفخ في الصور النبأ العظيم هو عودتهم أحياء بعد مماتهم النبأ العظيم هو أن يرى جده العاشر وجده العشرين وجده المئة النبأ العظيم أن يلتقي آخر الناس خلقا مع آدم عليه السلام أول الناس خلقا وهو في يوم القيامة في المحشر عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فقائل يقول نعم هناك آخرة فإن الله يحكم بين العباد يوم القيامة فإن الدنيا ليست هي آخر المطاف وهناك أقوام يقولون لا هم فيه مختلفون ثم بيّن الله جل وعلا أن هذا واقع وأن القيامة ستقوم وأن الآخرة حق فقال سبحانه كلا سيعلمون إذا رأوا الآخرة وبعثوا من مراقدهم ونظروا إلى ما يقع من أحداث يوم القيامة سيتأكدون فعلا أنهم كانوا في ضلال إذ كذبوا قال كلا سيعلمون ثم أكدها فقال ثم كلا سيعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر